نكملوا اياكم طلاب المحاضرة وصلنا الى اكزامفل رقم واحد مجموعتين من المركبات عسبو لهم الوقت لعبور مسافة مساوية الى نصف كيلومتر تم تسجيل الفلو الجروب الاول استغرق احتاج زمن 40 سكن لعبور نصف كيلومتر تسجيل الفلو الى 1350 بيكل 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 بيكله المطلوب أوجد أعلى فلو للترافيك ستري شون حنحل السؤال بالبداية عندي للغروب الأول هو ش منطيني منطيني المسافة واللي هي ثابتة بالنسبة للغروبين يعني عبروها لغروبين وعندي الغروب الأول احتاج زمن 40 ثانية الغروب الثاني احتاج زمن 45 ثانية فاش لحسوي هاني عندي السرعة تساوي لي المسافة على الزمن المسافة هي معطى بالسؤال اللي هي 0.5 كيلومتر الزمن بالنسبة للغروب الأول هو 40 سكند مثل ما انطانيا بلطق السؤال نجي اريد نحسب السرعة بالدسبة للغروب الأول تساوي لي المسافة اللي هي 0.5 كيلومتر على الزمن 40 طبعا احنا عدنا بما انه الزمن هنا منطينا بالسكند واني دا احسب سبيد دائما لسبيد نحسبها بوحدات الكيلومتر فير اور فقسمنا هذا الزمن عليك 3600 حولنا من الثانية الى الساعة فتم تقسيمها فلهذا صارت فوق يعني انقلبة صارت بالبسط فانها تجمالتها صار سرعة الغروب الأول هو 45 كيلومتر بالساعة هسه حسبنا اول شيء السرعة بالنسبة للغروب الأول نفس الشيء احسب السرعة بالنسبة للغروب الثاني ايضا السرعة هي المسافة على الزمن المسافة هي معطى بسؤال 0.5 كيلومتر الزمن هو اقلي للغروب الثاني استغرق 45 سكند لعبور هذه المسافة فالسرعة هي مسافة 0.5 على الزمن 45 قسمنا الزمن على 3600 فصارت لي جوا فانقلبت صعدت لي فوق صارت 3600 نضربت بالبوينت فالسرعة للغروب الثاني هي 40 كيلومتر بالساعة فصارت عندي سرعة للغروب الأول 45 كيلومتر بالساعة وسرعة للغروب الثاني 40 كيلومتر بالساعة جيد نحن نجي هسا جروب رقم واحد السرعة مالت 45 كيلومتر بالساعة جروب رقم الثاني صارت السرعة مالت 40 كيلومتر بالساعة جيد أنا منطيني أيضا هو لكل غروب منطيني لفلو صار عندي فلو وسبيد أقدر أحسب للدنسيتي طبعا فدنسيتي للغروب الأول هو الفلو اللي هي 1350 اللي هنا نطعها بالسؤال 1350 على سرعة البروف الأول اللي هي 45 كيلومتر بالساعة فدنسيتي للبروف الأول 30 في كيلومتر أرجع أحسب الدنسيتي للبروف الثاني اللي هي اللي هي علي السبيد اللي هي 40 كيلومتر بالساعة طلعت عندي دانستي للغروب الثاني 45 باكب بر كيلومتر فصار عندي هسا لكل غروب سبيد و دانستي للغروب الأول سبيد و دانستي وللغروب الثاني سبيد و دانستي فإذا شلح أسوي نحن نستخدم هاي العلاقة الخطية y-y1 يساوينا ال-m في x-x1 أطلع أنا من هاي العلاقة أستخرج قيمة ال-m ال-m شا ساوينا y تكترون هنا نفس الشي تكتبون y-y1 تريدون y-2-y1 نفس مية على x-2-x1 ال-y2 هي شنية هي سرعة الغروب الثاني ليش لأنه أنا عندي ال-y-axis هو سبيد فأخذت الأربعين اللي هي سرعة الغروب الثاني ماينس سرعة الغروب الأول الخمسة واربعين على density ما للغروب الثاني ماينس density ما للغروب الأول بس خلينا نتأكد هنانا density للغروب الثاني خمسة واربعين مو؟ صحيح density للغروب الثاني خمسة واربعين ف y-2-y1 يعني سرعة للغروب الثاني ماينس السرعة للغروب الأول على density للغروب الثاني ماينس density للغروب الأول طلعت لي القيمة تساوي أنه ماينس ثلث ليش ماينس ثلث؟ لأن إحنا قلنا العلاقة ما بين speed والdensity هي نزول علاقة عكسية لذلك يطلع عندي mail ما للخط هو بالسالب هزاني طلعت الميل فهنا نذا يشرح لك يقول لك هنا هاي المعادلة هي المعادلة هي خطية ال-y هو speed لأنه أنا عندي بالعلاقة ما بين speed والdensity y-axis هو speed والx-axis هو density يعني فصار عندي slope هنا ماينس ثلث هزا حاجي أعوضها بهالي المعادلة فمثلا آني هنا شاير أريد هاي مثلا أريد أثبت y وx وأستخدم مثلا هزا هاي y 1 هستخدم ها للغروب الأول بس مين جيت استخدمتها للغروب الأول أستخدم speed وأيضا density تيراتهم للغروب الأول بتريدون لا تريدون تستخدمون للغروب الثاني فإذا لازم speed والdensity اثنيناتهم للغروب الثاني يعني ما يصير speed للغروب الأول ومثلا density للغروب الثاني ترى يطلع الحل غلط فهنا أنا مثلا استخدمنا للغروب الأول y minus y 1 اللي هي سرعة للغروب الأول يساوي نها minus ثلث x minus x 1 اللي هي density للغروب الأول أو تريدون y 1 وال x 1 للغروب الشرط إنه نفس للغروب السرعة وال density وال m هي minus ثلث طلعت عندي هاي المعادلة بدلالة y و x فس اش لا حاجي أسوي أنا هو اش دير يريد مني بالسؤال مطلب السؤال هو إنه أطلع المكسيموم flow احنا اتفقنا المكسيموم flow شو كت يطير من السرعة تساوي free flow speed على 2 ومن density تساوي jump density على 2 إذن أنا هنا أحتاج أحسب free flow speed و jump density يعني أعلى نقطة سرعة وأعلى نقطة density بس أنا هنا بالسؤال أنا عندي speed و density ما لغروبات بس ما عندي أعلى وحدة لذلك أنا استخدمت هاي المعادلة مش لا حاجي يسوي مثلا أعوض x صفر يعني شنو x أعلى قيمة لل y واللي هي أعلى سرعة واللي هي free flow speed أو أعوض y صفر من أعوض y صفر معناته x سيطلع أعلى قيمة فهيحسب أعلى density فيصر عندي أعلى speed وأعلى density أعوضهم في معادلة maximum flow واستخرج هاي فسهنا أنا لحاجي عوضت بالمعادلة مرة x تساوي 0 فطلعت free flow speed واللي هي 55 كيلومتر بالساعة السرعة على السرعة عوضت y تساوي 0 حصلت على jump density يساوي 165 بيكل بير كيلومتر من عد هاي عوضناها 2 تنظول القيم في معادلة maximum flow واللي هي free flow speed في jump density على 4 لعني maximum افلو تساوي 1269 بيكل بير رقوة الهنان طلاب ينتهي المثال الاول من المحاضرة الثانية موسيقى تساوي